ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يطلع أحد من الخلق على شيء من علمه إلا بما أعلمه الله وأطلعه الله فالعباد ليس لهم من الأمر شيء ولا من العلم مثقال ذرة إلا ما علمهم الله تعالى فالله عز وجل يعطي من العلم ما يشاء لما يشاء بالقدر الذي يشاء في الوقت الذي يشاء فنحن نتفق جميعا أنه لا مجال للمقارنة بين علم الله وعلم العباد علم الله علم شامل وكامل علم أزلي وأبدي علم مطلق ليس له أول ولا آخر أما علم العباد فهو علم قاصر وناقص علم محدود علم له أول وله آخر قال الله تعالى فالعلوم ثلاثة أنواع هناك من العلوم ما استأثر الله به لنفسه وهناك من العلوم ما أطلع عليه بعض خلقه وهناك من العلوم ما أظهره الله لجميع خلقه واكتشفه العلماء بالتأمل والتجربة كاكتشاف ابن سلن واختراع الطائرة والهاتف ودعونا نتأمل الآن في أي اكتشاف الطائرة مثلا التي تطير بنا الآن في كل مكان لم تكن موجودة منذ قرنين من الزمان فأي اكتشاف يمر بمراحل متدرجة بدأ الأمر بعباس بن فرناس نظر إلى السماء والطيور تطير ظن أنه يمكنه الطيران إذا صنع جناحين من الريش وفشلت التجربة ثم استمرت المحاولات حتى استطاع العالم الألماني أوتو لينتل اختراع الطائرة الشراعية التي تطير بدون محرك في الهواء وفي عام 1903 استطاع الأخوان رايت اختراع أول طائرة تطير بمحرك ومع دخول الحرب العالمية الأولى والثانية تطورت الطائرة تطور مذهل في المحرك والشكل والإنسيابية وها نحن الآن نعيش ما وصلنا إليه من تطور في صناعة الطائرة وقد يرى أبناؤنا وأحفادنا ما لم نراه في علم الطيران فالله عز وجل قدر لنا من العلم ما لم يكن متاحا للعلماء منذ كرنين من الزمان لما جمع الله موسى عليه الصلاة والسلام بالخضر جاء عصفور ثم نقر في البحر نقرة فقال له الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور من البحر نسأل الله العظيم أن يحيطنا علما بما ينفعنا في الدنيا والآخرة جزاكم الله خيرا اشتركوا في القناة